انطلقت بالقاهرة فعليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء تحت عنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع واستمر المؤتمر ليومين بمشاركة علماء ومفتين ووزراء من مختلف دول العالم وتمثيل أممي كبير تحت عنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع انطلقت فعالية المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الذي تعقد الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظالة دار الإفتاء المصرية وبرعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور علماء ووزراء ومفتين من أكثر من مئة دولة حول العالم هذا المؤتمر الذي يتعلق بالأخلاق ودوره بالنسبة لتصارع الحياة الآن وتشابكها إنما هو العلاج الوحيد لمنع الحروب بين البشر وتحقيق الأمن والسلام بالنسبة للعالم جميعا هذا المؤتمر جاء في وقت مناصب جدا لأننا نرى في الدنيا ككل وفي القرب خاصة أن الأخلاق ابتدأت عن الإنسانية والإنسانية تحتاج إلى الأخلاق فالخلق الحسن لا يمكن أن ينفع عن الدين برنامج المؤتمر حافل بالعديد من الفعاليات المهمة حيث افتتح اليوم الأول للمؤتمر بكلمة من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وأعقبت الجلسة الافتتاحية جلسة للوفود ثم الجلسة العلمية الأولى حول البناء الأخلاقي في الإسلام ودور الفتوى في تعزيزه هذا الاجتماع مهم جدا لأن الفتوى الصادر من جهة مثلا در الإفتاء المصرية يكون مقبولة ومؤتمدة عند الناس ويأخذون من الفتوى ويلتذمون به إن شاء الله على عاتق المفتيين والعلماء الإسلام اليوم إيجاد الفتوى التي تريح لمسلمين أن يعيشوا في بيئة في هذه البيئة وخاصة في بيئة التي يعني اليوم كما نعرف يعني اختلت الدنيا اختلت يعني ليس من قبل مسلمون كانوا يعيشون في بلادهم وفي بيئة الإسلامية ولكن الآن تغيرت الأمور لا يخفاكم أن جوهر الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة يؤسك التسليم هو تتميم مكارم الأخلاق إنما بالحصر بعدت لأتمم مكارم الأخلاق في رواية صالح الأخلاق وفي رواية حسن الأخلاق والمفتي نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبلغ عنهم وهو مبلغ بعد تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الشؤون لا يستثنى من ذلك شيء ينبغي عليه أولاً وقبل كل شيء أن يكون واعياً بالأحداث وبالوقائع وبأحوال الناس وعرافهم وما يتصل بهم وإن بغي أن يكون هادياً لهذه الأخلاق المحمدية يعد المؤتمر منصة هامة لمناقشة دور الفتوى في تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية حيث يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الفتوى الرشيدة في ترسيق الأخلاق والقيم الإنسانية ومناقشة دور الفتوى في مواجهة تحديات العصر الحديث أحمد الحسيني التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر